يتوجه رئيس البرلمان العربي عدل العسومي إلى القاهرة للمشاركة كمتحدث رئيسي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف غدا وذلك تحت عنوان عقد المواطنة وأثره على تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وذلك بحضور ومشاركة قامات دينية وفكرية وعدد من الوزراء في الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم ومن المقرر أن يلقي العسومي كلمة يتناول فيها أهمية تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين المجتمعات العربية والتصدي للمحاولات الخارجية التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة والانقسام الطائفي والعرقي في العالم العربي اشتركوا في القناة